السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروة سليمان وفيديو إن شاء الله حيكون جديد على قناتنا حنتكلم فيه عن التحديثات الجديدة اللي تمت على نموذج جيميناي 2.0 Flash Thinking وهذا النموذج كنت قدر تجربه بشكل مجاني داخل جوجل AI Studio وده ميزة مميزات جوجل AI Studio وهذه التحديثات جت على حساب لوجن كيل باتريك وهو عبارة عن ليد برودكت لجوجل AI Studio بيشتغل على جيميناي بشكل عام الABI والAGI وهو نزل على حسابه على منصة X إن هذا النموذج متوفر حالياً في جوجل AI Studio وكABI for free وإن بيدعم 1 مليون توكن فبالتالي لو أنت عندك ملفات نصية طويلة حيبقى ممتاز جداً معيها كمان بيدعم تنفيذ الكود أو عمقية الإجزيكيوشن بتاعة الكود الناتف كود وأيضاً بيديك أودبوت لونجر أودبوت حوالي أعتقد 65 ألف حنشوف دلوقتي مع بعض والتنقضات اللي ممكن تلاقيها في النص الناتج حتكون أقل من ذي قبل بالنسبة للتصريحات لوجان كيلباتريك على منصة X أيضاً جاب تاريخ 22 يناير في تويته بيقول إن حالياً الأداء بالنسبة ليه الماث رياضيات وبالنسبة ليه الساينز كمالتي مودل ريزونينج بنشمارك يعتبر أفضل وأحسن لو دخلنا على الموقع إن شاء الله حط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو علشان نخش على الليدر بورد ونشوف مين اللي محتل المرتبة الأولى حنلاقي إن اللي واخد طوب 1 هو جيميناي 2 فلاش تينكينج إكسبريمينتال أو 1 تو 1 يعني تم التصويت عليه إن هو الطوب رقم 1 طبعاً هو واخد رانك 1 وتلاتة فيه الستايل كنترول والستايل كنترول رانك هنا يعني حاجة كده شبه الكاستمايز لما تعمل كاستمايزيشن على الموديل يعني تخلي الموديل له بيتكلم بطريقة معينة أو له أتيتتود معين في الرد على الشات ولكن كرانك 1 أوفرول كجنرال هو وياخد المرتبة الأولى بعده جيميناي إكسبريمينتال 1 تو 0 6 بعده زي ما احنا شايفين شات جي بي تي فور أو ليتست بالنسبة للماث تعالى بقى نشوف بالماث ويقيت إن الماث هو وياخد رانك أيضاً رقم 1 زي ما احنا شايفين يعني وياخد رقم 1 زيه زي E1 Preview زيه زي E1 اللي تم التحديث عليه التاريخ 17 و 12 ألفين و 24 فأنا شايف أنه هو كده محتل برضو بمرتبة عالية في الرياضيات بالنسبة للكودينج أيضاً تعالى نخش على الكودينج حنلاقيه إنه هو محتل المرتبة رقم 1 رانك 1 هل نقدر نحن يعني ناخد الكلام ده 100% يعني وبثقة شديدة دي ما قلت لك الموقع هنا معتمد على تصويت المستخدمين يعني فما نقدرش نقول إن ده 100% 100% من وجهة نظري ولكن تعالوا نبص بصة ونطبق بشكل عملي كده زي ما عملنا مع دي بسيك أرون هنعمل الكلام ده النهاردة مع جيميناي ويمكن بنفس الأوامر يعني مع بعض الاختلافات البسيطة يلا بينا نعمل تطبيق عملي على جيميناي 2.0 flash thinking experimental وارجعنا مرة تانية علشان نعمل تجربة عملية على تحتيسات جيميناي 2.0 flash thinking experimental والمسمى ب experimental O121 أروح أتأكد إن أنا مختارة في الموضل النموذج اللي إحنا هنشتغل عليه ولو وقفت عليه هنا حيقولك إن هو paste for multi-model understanding في عملية reasoning في عملية coding وتعالوا نبص بقى على ال token count ال token count بتاعته بي support حوالي مليون tokens طبعا في فرق ما بينه وما بين اللي قبل وهو كان 32000 تقريبا بيدعم 32000 tokens فالتحديث بالنسبة لنفس الموضل ده تحديث على نفس الموضل مليون tokens دي حاج كويسة جدا طبعا أي ملفات نصية طويلة الموضوع حيكون معاها جيد جدا أيضا بيدعم تنفيذ الكود يعني ممكن هنا تبتدي إن إنت تعمل run to generated code إن إنت تفعله ولو دوسنا كده على ال advanced setting ونجينا تحت هنلاقي إن output length maximum number of tokens في عملية الرد 65536 هنا بالنسبة لل temperature default بتاعها 0.7 واتكلمت عن درجة حرارة الذكاء الاصطناعي من قبل تعالوا نسيذي مع بعض أول تطبيق هنا بقوله وديني tell me three names of countries whose name ends with ND يعني قل لي ثلاث أسماء لدول بتنتهي بال ND هادوس أقول run طبعا ده اللي chain of thoughts بتاعته لو أنت عملت expand ده اللي chain of thoughts هنا بولند آيسلند فنلند إجابة صحيح ولجا أنا عايزك تاخد بالك من حاجة إن هنا اللي chain of thoughts بتاعته أو عملية thinking ما بتاخدش وقت كبير والبعض بيقول إن الصرعة في الرد بينعكس في الأسئلة المعقدة على النتيجة ودقة النتيجة فبالتالي موضوع الصرعة في عملية thinking دي بتكون ساعات حاجة negative مش حاجة positive وشوفنا بديب سيك R1 قد إيه هو بياخد وقت شوية في عملية thinking ولكن ده بينعكس بالدقة في النتائج مع الحاجات المعقدة سؤال تاني هنا أحمد إيز أبوي أحمد ولد عنده three sisters كل من إخواته لها two brothers how many brothers and sisters does أحمد هاف عنده كام أخت وكام أخ تعال نشوف الإجابة هنا expand the chain of thoughts تعال نشوف حالها إزاي بيقولك أحمد إيز أبوي this is important information علشان يقدر يفجر الbrothers قد إيه he has three sisters this is straightforward each of his sister has two brothers this is a circular part ده يعني إيه الجزء اللي فيه لفه في دوران زي ما بيقولوا المهم إن النتيجة إن هو له three sisters one brother فهنا هو كان فيه تقسيمه لحل السؤال هو قالك إيه اللي straight forward إيه المعلومة المهمة إيه المعلومة اللي فيها لف شوية عشان يقولك هو إزاي حلها وقالك في الآخر أحمد عنده قد إيه brothers و sisters ده بالنسبة لي إجابة السؤال وكانت السرعة بتاعته في الإجابة جيدة والنتيجة دقيقة مش على حساب النتيجة يعني تعال نشوف حاجة تانية دي math problem جربناها مع دي بسيك أر وان recommended daily calcium take لشخص عنده عشرين سنة المفروض ياخد قدية من الكالسيوم المفروض ياخد one thousand ميلي جرام وقالك one cup of milk في قد إيه وone cup of juice في قد إيه المهم يعني بيقولك مين من المتبينات دي الصحيح المفروض الإجابة الصحيحة هي واحد تعال نشوف كده الإجابة الصحيحة طبعا للتشين وخصوص زي ما احنا شايفين هو قعد كده إيه وفي الآخر خالص الإجابة فعلا هي الصحيحة رقم واحد وطبعا هو أصلا واخد رنك واحد فيه math ومتميز فيه math فأكيد حتكون طريقته فيه التعامل مع أي مسألة رياضية أكيد حتكون كويسة هنا حبتدي إن أنا أرفع ملف upload file زي ما احنا شايفين الكتاب 966138 tokens واخد يعني قرب المليون وأنا تعاملت إن أنا أرفع حاجة تكون كبيرة عشان أشوف إزاي هيتعامل مع النصوص الطويلة زي ما احنا شايفين واخد 350 ثانية دخين على الضيئة ولسه مع طنيش النتيجة وهو في output lengths بيديني المفروض 65536 ده maximum tokens هنشوف دلوقتي مع بعض أولا هيخد وقت قد إيه في الرد على الأمر اللي أنا أعطته له ورفعت له الPDF زي ما انتوا شايفين مقارب على المليون أخد 115.3 seconds نقدر نقول دقتين لحد ما عطاني الإجابة وزي ما احنا شايفين الاناليسيز بتاعته بالنسبة لكتاب كبير زي اللي رفعته أعطاني الانترودكشن أعطاني الكونتنت سامري السترينسيز اللي طلبتها النقاط القوية في الكتاب الويكنيسيز نقاط الضعف الريليفنس والإمباكت وفي الآخر الكونكلوجين وزي ما قلتلك هو في الأوتبوت هو زي ما قلتلك بسابورت ماكسام 65536 وزي ما احنا شايفين الإجابة دقيقة ورائعة ومنظمة ودينا شوفنا بشكل عملي تعامله مع السياق الطويل والنصوص الكبيرة تعالوا نجرب مع بعض حاجة تانية سؤال الأوزان أي واحد بيوزن أكتر هو أعطاني الإجابة الصحيحة وما خدش وقت كبير وهنا أيضا اللي تشين أفثوث وهنا نفصل لي الإجابة تقريبا زي وزي ديب سيك أرون في هذه الجزئية هنشوف حاجة مع بعض تانية هنا مهمته إنشاء موجة تصميم شامل لعلامة تجارية أو لهوية علامة تجارية لأحذية رياضية بناء على المواصفات المحددة اللي أنا عطتها له واختبرت ديب سيك أيضا أرون في هذه الجزئية زي ما احنا شايفين اسم العلامة التجارية الشعار اختراحات خاصة بالشعار الجمهور المستهدف قيم العلامة التجارية العناصر المرئية نبرة الصوت وشخصية العلامة التجارية الابليكيشن وتطبيقات الهوية المرئية ملخص الأهداف لا حاجة في منتهى بصراحة جميل في الجزء المتعلق به التعامل مع النصوص بشكل عام هو جيد جدا تعالوا نشوف مع بعض بقى حاجة أخيرة ويكون لها علاقة بالكود Create a 3D Wide Circle انشئ 3D Wide Circle دايرة بيضاء 3D بتتحرك وبتلف في 3D Space by using HTML و CSS و JavaScript وحدوث run حاولوا بس هنا يput all codes in one file تنفيذ الكود كالقاتي انت هتاخد الكود وتعمل بملف اسمه index.html حطه داخل VS Studio هنشوف مع بعض دلوقتي الموضوع بشكل عملي هنا هاروح للVS بجول Studio Code وححط الكود بتاعي حبتلي بس أعمله Save حفظه كHTML واعمل Right Click وOpen in Default Browser ويلا بينا نبص عليه انت قالت لي الWeb Browser علشان أوريك الدايرة اللي بتزبح في 3D Space وغيرت بس اللون لإن لقيت الBackground أبيض والدايرة بيضة فمش حقبان معينها فأنا غيرت بس اللون بتاحها بدل ما هي White خليتها رد علشان بس بدان معي فاروحت بس عدلت فيه الملف علشان خاطر فيه Visual Studio Code فالملف اللي هو بتاع الIndex SoHTML علشان أبتدي إن أنا أوريك التنفيذ بتاع الكود زي ما انتم شايفين ده بالنسبة للفيديو النهاردة على قناة InfoTek4You يارب يكون كل اللي بنقدمه بيكون بيعجبكم نشوفهم فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقول لكم من هيئة كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشفونا لأول مرة ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته